ننتقل إلى الحالة الثانية وهنا يكون رصيد المخصص لا يكفي لتغطية مصاريف الخصم ويراد تكوين مخصص جديد ولإضاح الحالة الثانية يمكن ذلك من خلال المثال الآتي ظهرت الأرصد الآتية في دفاتر شركة العبيدي في 31.12.2007 600 ألف ريال أوراق قبض 25 ألف ريال مصاريف خصم 22 ألف ريال مخصص خصم أوراق قبض والمطلوب إجراء قيود التسوية اللازمة وتصوير الحسابات المختلفة في دفتر أستاذ الشركة وبيان التأثير على قائمة المركز المالي في 31.12.2007 على افتراض أن متوسط فترة الاستحقاق أربعة أشهر وأن معدل الفائدة 12% لاحظ عزيزي الدارس من خلال العودة إلى معطيات المثال يظهر أن مخصص خصم أوراق القبض في هذه الحالة لا يكفي لتغطية مصاريف الخصم لأن رصيد المخصص 22 ألف ريال بينما مصاريف الخصم 25 ألف ريال وبالتالي فإن الفرق أو الزيادة في مصاريف الخصم سوف يتم إغفاله في حساب الأرباح والخسار وبهذا يكون قيد التسوية من مذكورين حساب مخصص خصم أوراق قبض بمقدار الرصيد 22 ألف ريال وحساب الأرباح والخسار 3000 وهي الفرق بين المخصص ومصاريف الخصم إلى حساب مصاريف خصم 25 ألف ريال وبذلك تم إغفال مصاريف الخصم جزء منها في المخصص والجزء المتبقي في حساب الأرباح والخسار ولتصوير الحسابات المختلفة يظهر لدينا حساب أوراق القبض كرصيد 600 ألف ريال وحساب مصاريف الخصم حيث ظهر الرصيد 25 ألف ريال في حين الجانب الداعن منه وهو ما تم إغفال هذه المصاريف جزء منها في المخصص وجزء الآخر في حساب الأرباح والخسار بينما حساب المخصص يكون بالشكل الآتي 22 ألف وهو الرصيد في الجانب الدائن بينما تم إغفال حساب مصاريف الخصم في الجانب المدين منه بمبلغ الرصيد وهو 22 ألف ريال ولتكوين مخصص خصم أوراق قبض للفترة القادمة باستخدام معادلة تكوين المخصص يكون المبلغ 600 ألف ريال مضروبا في 12% في 4 على 12 وهي متوسط فترة الاستحقاق مقصوما على عدد 10 سنة ليكون مقدار المخصص الجديد المراد تكوينه هو 24 ألف ريال أما بالنسبة إلى قيود تكوين المخصص ستكون من حساب مصاريف خصم أوراق قبض متوقعة بمبلغ الخصم المراد تكوينه 24 ألف ريال إلى حساب مخصص خصم أوراق قبض والقيد التالي هو لإقفال مصاريف خصم أوراق القبض المتوقعة في حساب الأرباح والخسائر بالقيد من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مصاريف خصم أوراق قبض متوقعة وهو بمقدار 24 ألف ريال الذي يمثل المخصص المراد تكوينه أما بالنسبة إلى قاعمة المركز المالي فسوف تظهر في جانب الأصول المتداولة أوراق قبض بمقدار 600 ألف ريال وهو رصيد أوراق القبض مطروحا منها المخصص المراد تكوينه للفترة القادمة 24 ألف ريال ليظهر لدينا في جانب الكل مقدار 576 ألف ريال وهي القيمة الحالية لأوراق القبض اشتركوا في القناة